يستمر نتانياهو في المروغة من نتانياهو عمل بالضبط زي شيطان يلعب البلياردو تخيل بقى الشيطان بيلعب بلياردو لات بلياردو قبل كده تضرب البليا دي بالأستيكة علشان خاطر تروح خبطة في الباند ده علشان ترد تيجي هنا علشان في الاخر خلص توصلك لنتيجة اماه بنيمين نتانياهو هو الشيطان الذي يلعب البلياردو هل يلعب البلياردو بسازاجة؟ لأ لازم نبقى وقعين بيلعب بمنتهى البراءة طيب لكن هو فاتته فوتة اللي هي ايه؟ هو فاتته فوتة انه مصر ما بقتش زي قبل كده بمعنى مصر الطول الوقت كبيرة ده ما فيش فيه خلاف وانا من انصار دايما ان انا نقولك انه مصر في اضعف حالتها شديدة القوة في اضعف حالتها شديدة القوة فاضعف حالتها هي الدولة الاكبر والاقوى والاعمق تأثيرا في المنطقة ده طبعا بخلاف مسألة قدرات العسكرية للمصر او الجيش للمصر لكن مصر قوي طيب مصر من 2014 ماشي على خط ما ونهج ما وارجوك اسمعني كويس في اللي انا بقوله اللي انا بقوله ده مش حتى من باب الاعجاب او الثناء بالادارة السياسية النصرية لا المسألة بالنسبة لي فعلا تعدد ده بكتير المسألة وصلة معايا انا بكلمك بامانة مصر عاملة دور مش بس تاريخي وعظيم مصر عاملة جهد يجب على كل بني قدم انه يفخر بيه الى اعلى درجات الفخر لانه الجهد المبزول وتحديدا في خلال التمن شهور اللي فاتوا دول اكبر واقوى واعمق اثرا من كل الجهد السياسي اللي برضو احنا اللي بزلناه اللي احنا بزلناه من وقت 48 وحتى هذه اللحظة لانه تقدر تعتبره بالبلد كده جهد نشانجية يعني هو الهدف ايه المسألة مش ان احنا نعد نهلك في طاقة وقت طول الوقت الهدف ايه الهدف كذا انت لازم تتخيل او بالادق لازم ترجع بزهنك بضع شهور للخلف القضية كانت شبهة ناست قبل 7 اكتوبر شبهة ناست مش موجودة وبالمناسبة ده كانت ضرب شغال في الضفة الضرب كان شغال بمنتهى السخونة في الضفة والقضية شبهة منسية وتعتم وتخيم وتضلل عليها قضايا كثيرة في العالم هي اقل فداحة يعني الحرب الروسية الاوكرانية بالتأكيد اقل فداحة من اللي بيحصل في فلسطين المناوشات ما بين الصين وتايوان بالتأكيد اقل فداحة من اللي بيحصل في فلسطين وهكذا يعني كل ما حدث في العالم بالتأكيد اقل لانه منتقل بساطة انت بتتكلم على اطول قضية سياسية عارفها العالم الاحتلال الاستيطاني الوحيد البقي في العالم فانت بتتكلم على القضية ليست هينة على الاطلاق مصر عرفت انها تعيد تاني هتيجي تقولي بس اصل اللي عمله اقولك كويس عملية 7 اكتوبر وطفال الاقصى اثارت العالم واقامته بالمناسبة علينا احنا كعرب يعني يعني لو تفتكر مباشرة مع يوم 7 اكتوبر و8 اكتوبر كل العالم بيهجم فلسطين وبيهجم المقاومة وبيشجع اسرائيل وعاوز يدعانها ويرى انهم المظلومين في تاريخ الانسانية لو لا الجهد اللي عملته مصر ما كناش وصلنا لهذا المؤتمر ومن قبله لغاية مؤتعة قمة تقاهرة للسلام وما كناش وصلنا الى انه العالم يبقى عارف ان عندنا قضية مهمة وعادلة فيتظاهر ان اجلها طلب رائعين في كل حتة في العالم فمصر اللعبة الدور نتانية هو ما كانش عامل حساب ان مصر ممكن تعمل كده ما كانش متصور لهو ولا حكمته بالمناسبة ولا الامريكان محدش كان متصور والكل ظن انه الوطأ الاقتصادية الثقل الاقتصادي الصعوبة الاقتصادية اللي مصر مرت بيها بسبب الكورونا مرت بيها بسبب الحرب مرت بسبب الحرب على الارهاء يعني كل ده لا قدر الله هيبقى مركع مصر ولن نسمع لها صوتا وان مصر هتدور في دائرتها الداخلية حتى تستطيع استيعاب الازمة الاقتصادية ومحاولات ايجاد حلول فقط لا غير وكم تصوراتهم ان مصر مش هتلاقي حلول مصر هتلاقي مسكنات علشان كده لو تفتكر اول حاجة عملوها علشان يسكتونا قالولنا ايه دخلوهم عندكو وشوفوا عايزين كام ده من الاخر فكان الصوت عاليا واضحا حاسما حازما بايه محدش يفتح بقه في ايه في انه دخلوهم وخدوا فلوس انسى انسى كلام الرئيس كان علنيا واضحا مع اي رئيس او رئيس دولة كلمه في مسألة ما بس مؤقتا لحد ما نحل لا ولا داعي للحديث في هذا الامر فتم وقف تصفية القضية بالكامل بعد ما كنت هتروح هتروح وكانت تقريبا راحت يعني لو ما كناش احنا تحركنا كانت راحت طب والله 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 لو ما كنا تحركنا كانت راحت وفي اسابيع فالجهد اللي بزلته مصر على الصعيد الدولي على الصعيد فيه المناقشات وزي ما بنقول كده رأب الصدوع ما بين الفصائل الفلسطينية والمناقشات اللي تمت ما بيننا احنا وقطر واقعدنا واتكلمنا معها الفلسطينيين واتكلمنا معها للأسف الاسرائيليين واقعدنا وانا بقولك آلاف الساعات آلاف الساعات من المفاوضات والمناقشات والأخد والرد الى آخره بن يمينة تانية وهذا الشيطان الذي يجيد لعب البلياردو لم يعمل في حساباته على الإطلاق أن هناك لعب محترف قوي وأصيل اسمه مصر القاهرة لمصر بتتهدد اقتصاديا ولا بيتم إغراءها برشاوة سياسية خدوا الإرشين دول ويسيبقوا من الفلسطينيين واللي يحصل يحصل مش مشكلة خالص ولا مصر بتتحاصر اقتصاديا بالمناسبة مصر تحاصر اقتصاديا من 2013 من 36 لحد النهاردة من وقت للتاني لازم يتعامل ايه؟ نغزة اي حاجة اوقف لك منقشة اأجلك اجتماع اأخر لك مبلغ وهكذا اوقف لك استثمار ما من هنا من هناك الدنيا تمشي كده عشان نضغط ونشوف مصر نفسها طويل صبورة عندها مبادئ لا تحيد عنها على الإطلاق على الإطلاق مصر دعت الى هذا المؤتمر جنبا الى جنب مع المملكة الاردنية جنبا الى جنب مع انتوني جوترش الذي استطعنا وبامتياز ان نقنعه بقضياتنا العادلة فيرى ويسمع بنفسه اشتركوا في القناة